بسم الله الرحمن الرحيم في بطول الليل قاما خير من صلى وصاما في بطول الليل قاما شربة يوم القيامة نرتجيها آمليين يا إله العالمين إذنى والمسلمين قرة العين محمد ربنا شفعه فينا عمر الكون اتزانا وحنانا وآمانا عمر الكون اتزانا وحنانا وأمانا فاتبعوا من قد أتانا منقذا للحائرين يا إله العالمين إذنى والمسلمين قرة العين محمد ربنا شفعه فينا سيقول الرسل نفسي بخشوع وبهمسي سيقول الرسل نفسي بخشوع وبهمسي أمتي قال بحسي يا حبيبي يا نبينا يا إله العالمين إذنى والمسلمين قرة العين محمد ربنا شفعه فينا ربنا شفعه فينا رب ثبتنا بعيده محلم والله بعيده رب ثبتنا بعيده محلم والله بعيده أعتق الأعناق بعده يا أمان الغائفين يا إله العالمين رب ثبتنا والمسلمين قرة العين محمد ربنا شفعه فينا ربنا شفعه فينا أظن الفتح قريب أظن الفتح قريب ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسر رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على دين كله ولو كري المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله والصحب أجمعين أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا فعلا شرف لي كبير ولما دخلت المسجد هنا كنت أفكر أن قبل تسعة سنوات تقريبا ثمانية سنوات كنت أعد الله أن يوفقني في أن أنصر هذا الدين وأدعوه مرة أخرى أنه يوفقني آمين وإياكم جزاكم الله خيرا يا أيها الأحباب قبل وفاته بقليل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبور أصحابه الشهداء فروي لما انصرف من القبور وروي أن هذا كان الشهداء الأحد روي أنه بكى فقال في رواية وَدَتُ أَنِّي رَعَيْتُ أَصْحَابِي إِخْوَانِي وَدَتُ أَنِّي رَعَيْتُ إِخْوَانِي فقال السحابة أَوَلَسْنَا إِخْوَانُكْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لَا وَقَاتِلُوا بِالشَيَتِينَ الَّذِينَ يُرِدُونَ يُشَوِّشُوا سُورَتَهُ وَأَفْتَلُوا أَفْتَلُوا السِّلَحُ في ذلك سِلَحُ لِسَانِ قال ابن الكيم رحمه الله الدعوة جهاد بالقلب والسان وقد يكون أفتَل من الجهاد باليت وقال يحيى بن معين الذب عن السنة أي الدفاع عن السنة خير من الجهاد في سبيل الله فقال له ويحيى بن معين كما تعرفون هو من أكبر العلماء أكبر المحدثين في هذه الأمة فقال أحد له يا يحيى الرجل يدعب نفسه وينفك ماله ويجاد وهذا أفتل قال نعم بكثير يعني هذا قول يحيى بن معين ولكن أنا أقول لكم بكل صراحة علينا أن أجتهد في هذا الأمر ولعلكم تتسألون لماذا يأتي هذا الرجل ولعلا بعد الناس يتسألون لماذا يأتي هذا الرجل من ألمانيا لكي يتكلم عن هذه القضية ألسنا في مصر ناس عالموا منه يعني أكبر منه علما وأكبر منه خبرة ومثل ذلك أنا أقول بلى ولكن أنا طبعا يعني لا شك في ذلك ولكن أنا إن شاء الله أستطيع أن أتكلم من منظر أخرى لأني يعني حدف هذا التشويش أن يصد عن سبيل الله وأن يشويش حتى لا يدخل الناس الإسلام وأنا لما بحثت عن الحق وهذا في الواقع بدأ قبل إثن عشر سنة أنا أسلمت قبل إحد عشر سنة وقبل إثن عشر سنة أنا التقيت برجل كان يصب نبي عليه الصلاة والسلام وأنا لم أكن مسلم ونتيجة أني أردت أن أستفسر الإسلام ونتيجة يقف هنا لذلك نقول لهؤلاء موتوا بغيذكم هذا نقول لهم والحمد لله نعم ولذلك أنا أريد أن أتكلم معكم وأريد أن أكتري عليكم بعض الاكتراحات كيف تستطيعون أن تقنوا الناس وكيف تستطيعون أن تدافعوا عن هذا الدين وكيف تستطيعون أن تدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أنا أريد أولا أن أتكلم عن هدفي ثم يعني ما هدف من المحاضرة ثم لماذا الحجوم ثم أريد أن أتكلم عن الشبهات وثم أريد أن أنصحكم بشيء مهم جدا أولا هدفي للمسلمين الذين لكم كما قلت أنا أريد أنكم تستخرجون من هذه المحاضرة بعض الأفكار هل تتعرفوا كيف ندعو مثلا من ليس يكون مسلم إلى الحق لأن نحن كمسلمين نحن نحب لكل إنسان الخير مثل قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم في سنة عاشرة ماذا فعل ذهب ماشيا إلى الطائف وطائف تبعد عن مكة 60 إلى 70 كيلو ونبي عليه الصلاة والسلام في مدينة ذهب إلى غلام قبيل موت الغلام فدعوا إلى الإسلام فقال أبو الغلام وهذا يهودي هذا الغلام قال أبوه أعطي أبو القاسم فأسلم هذا الغلام فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المنزل فقال الحمد لله الذي أنقذ هذا الغلام من النار هذا الغلام ماذا يفيد النبي عليه الصلاة والسلام من السلطة لا شيء هذا يموت الآن ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يحب لهذا الغلام الخير يريد أنه ينجو من عذاب النار نعم لذلك علينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وعلينا أن ننوي أن نخرج البشرية من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام لابد أن يكون هذا الهدف وهذا ممكن خصوصاً إذا تكلمت عن نبينا لأن نحن طبعاً عندنا حماس في ذلك ونحن نغدب أحياناً ممكن نحن نتكلم بالشدة لأننا نحن كلنا إنسان وهذا هذا عادي ولكن أنا لا أقصد في كل كلام أقصد به النصارى العداد الذين يعيشون ولا يسئون ولا يشتمون النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا أقصد الصالبيين المعاصرين الذين ينشرون الأكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل أباؤهم ما اسمه أربان أظن الثاني الذي كان يحرد الصالبيين في الحروب الصالبية هكذا على أكس له هؤلاء ولذلك نحن نفرق دائماً بين من يحارب وبين من لا يحارب وبين من يشتم وبين من لا يشتم كما قال الله تعالى في القرآن في صورة ممتحنة آية أربعة لذين لم يقاتلوكم في ديني ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إذن الإسلام دين الإنصاف ونحن حتى نبر ونحسن إلى من لا يكون على ديننا لأننا نظرين لهم أيضاً الخير أنهم ممكن يسلمون والحمد لله جيد للغياء المسلمين أنا أتمنى أنهم يسمعون اليوم ممكن هذه المحاضرة تخرجوا إلى الخارج ولعلهم يستمعون إليها وأنا أنسحهم من البداية أنا متأكد أن الإسلام دين الحق وأن الله لا يقبل يوم القيامة ديناً سوى الإسلام قال تعالى في الصورة آل إمران آية خمسة وثمانون ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى عن من يكذب أحداً من الرسل في صورة النساء آية مية وواعد وخمسون ومية اثنين وخمسون يقول إن الذين يغفرون بالله ورسلي ويريدون أن يفرق بين الله ورسلي ويقولون أن نؤمن ببعد ونغفر ببعد ويريدون أن يتخذ بين ذلك السبيل أولئك هم الكافرون حقاً في أن الله لا يقبل ديناً سوى الإسلام يوم القيامة ونحن لا نقول هذا لأي نصران أو لأي يهودي أو لأي ملحد لكي نصبه أو نشتمه لأن هذا ليس أسلوبنا بل لأننا نريد لهم الخيى كما أراد إبراهيم لأبي الخيى كما قال يا أبتي إني أخاف أن يمسق عذاب من الرحمن فتكون لشيطان وليه ونحن نقول هذا لكل ناس الذين لا يكونون على ديننا نعم إذن أولاً نتساءل لماذا يوجد هذا الحجوم وأنا أمس أنا سميته كلاماً قيل وأنا سميته هذا كثيراً قال أحد لو عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام لا ما فعلوا ذلك لما صبوه وما شتموه وما ولكن هم جهال أنا أقول هذه الإبارة فيها نظر كبير لأن لو أخفنا هذه الإبارة بالانتقاد لقولنا كل من لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو جاهل بمعنى معذور يوم القيامة ولكن الأمر ليس كذلك الأمر ليس كذلك لأن هناك كفر اسمه أيضاً كفر الجحوت على سبيل المثال هناك مثلاً تكذيب هذا يعني هو يقول هذا مثلاً ليس هرام وهو فعلاً يعتقد هذا ليس هرام شيئاً مثلاً معلوم من الدين بدرورة هناك جحوت الذي يقول شيئاً ولكن يعتقد شيئاً آخر مثل في سورة النمل آية 14 و13 يقول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إننا خبرة في ذلك إندي محاضرة مسجلة باللغة الألمانية مع قسيس من الكنيسة القاتوليكية أنتم تستطيعون أن تترجم هذا الحوار وهو يقول هناك هذا مسجل أنه يعتقد أن محمداً فعلاً رسول من عند الله مسجل وأنه يظن أن القرآن من عند الله أنا قلت تتيب إذا ارتقبت ذلك في القرآن مكتوب أن من لا يسلمه في نار لا يعرف فعلاً هذا يوجد كثير وخصوصاً هؤلاء الذين يكثبون عندي مناقشات معهم كثيرة كثيرة جداً لذلك نحن لا نقول فقط هؤلاء جهال ها ممكن هم متجاهلون يعني هم ممكن يفعلون كأنهم في الواقع هم ليس متجاهلين لكنهم متعالمون هم يفعلون كأنهم يعلمون كل شيء هكذا إذا نقشتهم أنا نقشتهم كثيراً جداً هذه الفرق نعم مثلاً وفعلاً عندهم لوحة هنا لوحة أنت تتكلم عن شيء هو لا يقبل شيئاً هنا كأنه فعلاً يعني أحياناً مثلاً مقرات القرآن للمرة الأولى في بعض الآيات أنت تظن أنت تؤمن بها ولكن أنت لا تستطيع أن تتوقع مثلاً في سورة النوح ربي إني دعوت قومي ليلة ونهارة فلم يزدهم دعاي إلا فرارة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أسابيعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار وأنت ترى ذلك لذلك هذا الحجوم ليس لأنهم جهال بمعنى لم يسمعون الإسلام ولا يستطيعون أن يتعرفوا على الإسلام نعم هناك في الغرب هناك في العالم ممكن من لم تصل إليه رسالة أنا لا أعلم ممكن هذا يوجد مثلاً جدتي قبيل موتها هي قالت أيضاً أنها تؤمن بالأركان الإيمان ومثل ذلك وهي قالت أنها لم تسمع شيئاً قبل ذلك ولكن الآن الأمر صعب جداً على كل حال ولكن الحجوم لشيء آخر وأين نجد الجواب لماذا يوجد هذا الحجوم لماذا يوجد هذا؟ نحن نجد الجواب في القرآن ولا يتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير ويقول الله تعالى في سورة الصف ماذا يقول؟ يريدون ليدفئوا نور الله بأفواهم ثم يقول والله متم نوره ولو كاري الكافرون ويقول ويقول في سورة الأنفال آية ستة وثلاثون إن الذين كفروا ينفكون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفكونها ثم ماذا؟ ثم تكون عليهم حسرة ثم ماذا؟ ثم يغلبون أنا أقول لك الآن شيئا أنا فكرت في هذه الآية أمس في هذه الآية ممكن تحاولوا حاولوا أن تقدموا قليلا أنا فكرت في هذه الآية أمس أنذر الله يقول هنا أن الذين كفروا ينفكون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله الآن لو أرادوا لو أرادوا الكفار أن يبينوا أن القرآن خطأ لما أنفكون النقود ليصدوا عن سبيل الله انظر لو أرادوا أن يبينوا لنا أن الإسلام خطأ نقول لهم إذن لا تحاولوا أن تصدوا عن سبيل الله بإنفاقكم ولكن منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا أن يصدوا عن سبيل الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا كما يقول الله تعالى في سورة البقرة آية مئتين والستة عشر لذلك كيف يريدون بهذا التشويش أن يصدوا عن سبيل الله أولا هناك هم يريدون أن يجعلوا المسلم شاكا في دينه أنه يشك في دينه يتون بهذا الكلام شوف كيف هو قام بالحروب كيف عايشة وبعض الناس الذين ليس عندهم علم يرتدون نعم يا إخوة هذه الحقيقة المرة نحن الآن نرى فقد الفيلم ولكن هذا الفيلم في الواقع هو يقذنا لم يخلق الله شرا إلا لأجل حكمة عظيمة علينا أن نستيكث هناك ألوف تعرفون في ألمانيا تسعة ألاف من المنسرين خصوصا من الكنيسة بروتوستانتينية من الشد الناس أقول هم يتعلمون العربية لكي يذهبوا لبلدان العربية نعم إلى بلدان الإسلامية هناك في أمريكا أكثر من مئتين ألف ويذهبون أنا سمعت هناك هناك إشرون ألف من المنسرين في إندونيسيا يتعلمون اللغة إندونيسية ويذهبون إلى هناك ويأتون بشبهات ونعم أنتم تعيشون هنا في مصر أنا التقيت بمنسر من ألمانيا هنا في مصر من الفركة بابتست نعم من بروتوستانتينيين فركة معينة هو قال لي وأنا سألته لأني أريد دائما أن أعرف الأخبار يعني ماذا يوجد قال لي يعني الناس في مصر الذين يسلمون يتنصرون قليلون يعني أن عندنا يسلمون كثير من الناس لذلك هذا على لساني الناس الذين الحمد لله الناس الذين يتنصرون في مصر قليلون ولكن يقول مثلا في جزائر يقول قليل كثيرون يذهبون هناك إلى الجبال إلى الكرة الناس لا يعرفون شيئا ويتكلمون مع الناس أنا هتا سمعت مرة يعني في الإندونيسيا هذا أخبرت بذلك هم قالوا لإندونيسيين عليكم أن تتنصروا وبعد ذلك نحن نعطيكم النقود لماذا تريدون فتنصروا وبعد قالوا ماذا تريدون قالوا نريد أن نحج إلى بيت الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولذلك بسبب هذه الفكرة التي ذكرتها أن بعض الناس يظنون أن من لا يسلم أنه فقط جاهل أو أنه لم يسمع عن الإسلام أو لم تبلوه الرسالة الإسلامية صحيحا هذه فكرة مدمرة لأن إذا الآن حجم أو حرب الدعية يقولون أشوف ممكن وأخطأ في دعوة مثل ذلك ولكن هذا خطأ يا سلام يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالدعوة الجهرية وذهب إلى جبل الصفة وأخذ ينادي يا معشر كريش يا صبحة وهم آتوا قال يا معشر كريش لو أخبرتكم أن في الوادي جيش يريدون أن يغزوا عليكم أب تصدقونني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبة قال فإني نذير لكم بين يدي أذاب شديد أو كما قال ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا نعم هذا نعم جيد انظر ماذا قال ماذا حدث تبرى ذلك حدث تبرى ذلك شكرا جزيلا هذا بسلوب جميل نحن نفرح لا ماذا حدث قال ابو لهب تبا لك سير اليوم على هذا جماعتنا ثم انزلت السورة تبا يدا ابو لهبي وتك الان اقول لكم شيئا مات انزلت هذه السورة تقريبا في السنة الرابعة لما بدأت الدعوة جهرية ليس كذلك النبي عليه الصلاة كان يدعو الى الله سريا ثلاث سنوات اذا في السنة الرابعة تقريبا انزلت هذه السورة وابو جهل مات بعد الهجرة اظن اظن بعد غزوة البدر الله الم اظن بعد غزوة البدر صحيح ؟ من غزوة البدر على كلها لأنه لم يشارك في غزوة البدر عليك على كلها انظر هذه السورة الآن لابو لهب ابو لهب لما ذهب نبي الى سوك ذي المجاس هو خلفه كل ما يقول النبي شيئا هو يقول الاكس لا تعطي ويدا هو يقول دائما الاكس يقول الشمس على سبيل المثال ويقول قمر يقول اللذي عليه الصلاة والسلام سمق ويقول بقر على سبيل المثال نعم هكذا الآن لأبي لهب فرصة لكي يستدلوا أن الإسلام خاطئ كيف يقول أريد أن أسلم كل الناس يقولون بهذا كيف القرآن يقول هذا كافر هذا يدخل النار والآن هو يسلم ولكن الله يعلم ما في قلوب ويعلم أنه لن يسلم ولكن نرجو إلى الموضوع النبي عليه السلام الدعوة الصحيحة حوربت صح نعم موسى عليه السلام أو نبدأ بإبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه ما هذه تمثيل التي أنتم لها عقفون قالوا وجدنا أباءنا لها أعبدين قال لقد كنتم أنتم وأباءكم في ضلال مبين هذا في سورة الأنبياء أظن عية 50 تقريبا لقد كنتم أنتم وأباءكم في ضلال مبين ما نتيجة تبارى ذلك فما جواب قومي إلا أن قلوا اقتلوه أو حركوا فاغرمه في النار إذن الدعوة الصحيحة تحارب لا تقول يعني لماذا هذا الكافة لا يسلم وأنا قلت جيت له بكل أدلة أنا فعلا أحيانا بعض الناس يتون إلي يقولون أنا قلت له كل شيء وهو لم يقبل أنا قلت تهيب هناك من من عرف نبي عليه السلام لم يقبل ولم يقبل الإسلام أبو جهل أرف النبي عليه السلام ثم أفضل منك هو عاش تقريبا يعني في نفس المدينة وهو أرفه 40 سنة فهمت يعني لذلك لابد أننا نفق هذا ثم يقول بعض الناس ولكن موسى الله أغسل موسى إلى قومه إلى فرعون وقال له له لحرون فقول له قول لين نحن نقول وهو يريد أن يقول لا تكون صريحا جدا لا تكون واضحا لا تتكلم عن النار هو يقول كلاما مرة أخرى هو يقول هو يقول كل قول لين نحن الآن نكمل آية ماذا مقصود بالقول لين هنذر اذهبا إلى فرعون إنه طاغا فقول له قول لين لعله يتذكر أو يخشى يخشى بقول لين ما هذا القول لين الآن نكمل قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى إذن موسى وفرون يعرفون إذا بينا له الرسالة أن فرعون ممكن يطغى عليهم قال لا تخاف إنني معكم أسمى وأرى ثم ماذا فأتياه فقول إن رسول ربك أنظر هذا شخصين يذهبون إلى فرعون الذي يقول عن نفسه أن ربكم الأعلى ويقولون إن رسول ربك تعرفون أنا أريد أن أعرف كيف نظر فرعون إلى موسى وهارون لما جاء إليه يعني هذا جبار يعني يقتل ناس وعاذان شخصان يأتيان إليه ويقولان ذلك هذه شجعة عندهم سبحان الله هو ممكن قال فعل هكذا هل أنا نائم أو ماذا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم كجئناك بآية من ربك والسلام على من إتبى الهدى إذ بمعنى إذا ما إتبعت الهدى ليس عليك السلام ثم إضافة إلى ذلك إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى منذ هذا شكرا شكرا خطر أن العذاب على من كذب وتولى لذلك علينا أن نقول الأسلوب حسن لا يعني أننا نقتم الرسالة لا وعنا فعلا لا أفهم لماذا بعض المسلمين يخشلون أن يقولوا الإسلام دين الحق كلهم يقولون هذا النصارى يقولون هذا البذيون يقولون هذا الهندوسية كل أديان لماذا بعض المسلمين يستحيون من ذلك يستحيون من ذلك لا نحن نقول هذا صراحة الإسلام دين الحق لماذا قال الله تعالى في القرآن إن الدين عند الله الإسلام خلاص وهتى لو اجتمع العالم كلهم علينا ويقولون لا تقولوا هذا نحن نقول هذا ونحن مستعدون لكي نقوم أمام فرعون ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هكذا والحمد لله الآن الآن أريد أن أعطي بعد هذا لماذا الحجوم أريد أن أعطي إلى شبهات وقبل ذلك أريد أن أقول لكم مرة أخرى منذ طفولتي في الإسلام أنا تعرضت أنا دائما سمعت هذه الأشياء نعم ولذلك أنا أريد أن أنصحكم بنصيحتين في هذا أولا لما أولا لما سمعت الفيلم لما سمعت عن الفيلم وهذه قال لي هناك فيلم وسيل النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الخبرة أنا قلت له الفيلم يتعلق بأربعة أشياء الزواج مع عيشة تعدد الزوجات القتال وبعض الشراعية نعرف هذا نعرف هذا منذ زمان دائما نفس القصة دائما نفس الأغنية ولماذا تزوج عيشة ومثل ذلك إلا ممكن ياتون ببعض الأكثبة أخرى هم يأخذون غالبا إما يأخذون بتذيب المحت أو يأخذون بشيء من السورة يأخذون جسء من السورة ثم يحرفون هذا الجسء ويتركون ويتركون الباقي ولكن النصية الأولى إذا نقشت مع شخص حول دائما أن تفكر في النقاش في حوار الإسلام أن تفكر ما الغاية من هذه المناقشة هذا يساعدك كثيرا هذا يساعدك كثيرا لأن كثيرا ما نحن نضيء الوقت لأن لن ندرك ما يريد الآخر ما الغاية من هذا الحمق من هذا الفيلم هم يريدون أن يقول محمد ليس بن نبي لأن عنده كبائر ذنوب وعنده كما يقولون وعنده سوء الخلق هذا يريدون أن يقول إذن أنا أدرب لكم الآن مثال هت تعرف ماذا عقصد بهذا يعني ركزوا دائما على الغاية في النقاش قبل تكريبا ثلاثة أسابيع أو أربع أسابيع أنا كنت في مدينة في ألمانيا وجاها واحد من هؤلاء حاقدين فقال لي قال لي كيف يكون الإسلام صحيحا وكشف البلدان كثير من البلدان متخلفة وكيف يكون وليس عندكم فقارا كثيرون أقول لكم الآن ماذا نفعل نحن نرجع إلى الموضوع ما الموضوع ما هل الإسلام دين الحق هل النبي على الإسلام نبي نرجع لهذا الموضوع إذن أنا أعرف 99% من المسلمين الآن يبدأون بكلام نعم ولكن قبل ألف سنة في أندلوس ولكن في السعودية يوجد بعض الأغنياء وهناك حدث هذا وهناك حدث هذا صحيح ولكن أخي بهذا هو يستطيع دائما لأنك لا تتكلم بالوحي ويستطيع دائما أن يرد عليك أنت تقول أندلوس ويقول يا الله في أندلوس الأمر كان مختلف ولكن شوف في أندلوس وإين التقدم الآن أو يقول في السعودية هذا بعض الناس في السعودية ولكن عموما أو أي شيء لذلك ماذا قلت أنا له أنا قلت له سؤال هل الحوريون هل كان الحوريون من الفقراء أو من الأغنية فقراء جيد إذن هل تريد أن تقول الفقر دليلا على عدم صحة الدين إذن قلت هذا إذن نصران يخطأ يعني يعني أغلبية من الفقراء إذن كيف تقول هذا الكلام إذن ولكن أنا أسألك في إنجيل المطة الصح 27 وعنا لا أريد أن نهينا أهدا الله يأمرنا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحصن ولكن أنا أريد أن أتكلم الناقشة موضوعيا هذا الموضوع في إنجيل المطة 27 وعربعة مكتوب أن يهوذ الذي خان عيسى متابق النصارى أخذ حصل اكتسب ثلاثون يعني دينار من الفدة فذهب إلى الهيكل قال ندم قال أنا أختات أني سلمت دم بري وأنا أختات فأراد يسلم لهم النقوط فقال الأخبار هذا ليس بشأننا فأخذ النقوط هذه الفدة ورمى الفدة في الحيكل ذهب وانتهر أي اختنق هذا في المسمى الكتاب المقدس إنجيل مطة إصح 27 أدد أربعة في عماله رسل في نفس الكتاب مكتوب في إصح واحد أدد ثمانية عشر أن يهوذ لم لم يأخذ النقوط ورمى النقوط في الحيكل هذا الفدة بل ذهب بهذا الفدة إلى حقل واشترى الحقل وفي هذا الحقل سقط على الأرض وانفجر بطنه وأخرجت ما في في بطنه يعني أنا أقول هذا أنا لا أعرف الآن حرف حرف النص بالأربية ولكن من يريد أن يقرأ هذا من نصارى يستطيع أن يقرأ أنا أقول هذا تناقض هو ما أعرف الجواب على ذلك لا يوجد جواب الجواب يوجد دائما ولكن نحن نريد جوابا نحن نريد جوابا مقنعا ليس فقط جواب أنا أستطيع دائما أن أقول شيئا ولكن هذا لا يوجد جواب نعم وأنا أقول لكم بعض المس أننا نعلم أن إيسا لم يسلب بل شبه لهم ويقول وصلب نائبا عنه شخص آخر وبعض العلماء يقولون أن الشخص الذي صلب نائبا عن إيسا هو يهوذة الخائن شوف الآن ليهوذة توجد قصتان مختلفتان ثم عيسا متابق العقيدة النصرانية جاء إلى الأرض لماذا؟ لكي يفتدي لذنوبنا إذن الله متابق للنصرانية جاء في سورة الإنسان كإبن الله في سورة الإنسان لكي يفتدي لذنوبنا هل أنا أسألكم من يقدل في سبيل الله ويصبح شهيدا هل هو يشتكي عند موته هل لا أبدا حرام ابن ملحان لما قتل لما تعنا من الخلف ماذا قال؟ فست وربي الكعبة الآن كل نبي أفضل من من الصحابة صح جيد الآن أقول أيسا متابق هذا الكتاب في إنجيل مطة مثلا 27 و28 لما سلب متابق أكيدتهم قال إيلي إيلي لما زبختني هذا يعني إله إله لما ترقتني هل يقول شخص مؤمن الله لماذا ترقتني؟ إذن هذا نحن نريد نحن نريد أن نناقش موضوعيا عن هذا الموضوع ولكن على كل هذا النصية الثانية النصية الثانية بعد هذا أنفو دائما من هو المحاور من هو؟ من أي دين هو؟ ماذا يتبع؟ فهمت؟ لماذا لهذا وهذا خصوص مهم مع من؟ مع اليهود ونصارى الدليل من السنة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب في سنة عشرة إلى الطائف لما رجع التقى بغلام شاب اسمه عداس فسأله ما دينك؟ ومن أين أنت؟ ومن أين بلد أنت؟ وكما قال فقال أنه نصراني من موصل في الإراق هذا هو المدخل عليكم تعرف على ما هم عليه لماذا أقول هذا؟ لأننا الآن نحن نرجع إلى الشبهات نحن نعطي الآن إلى الشبهات بدأت إذا قال نصراني الإسلام ليس بدين الحق وأنا أقول بعض نصارى لأننا كما قلت لكننا نفرق هناك من الناس من لا يسبو نبي ولا يشتو وهناك من النصارى من يستنكر هذا الفيديو ويقول هذا يعني كبيح هذا الفيديو ولا يجوز هذا لا؟ لابد من الإنصاف دائما ولكن إذا قال نصراني أو صالبي معاصر إذا قال الإسلام ليس بالصحيح لأن في الإسلام النبي عليه السلام تزوج عيشاتها وهي صغير أو أقول أصغر مما يعتاد في هذا العصر هذا أفضل إذا قلنا هكذا أصغر أصغر مما يعتاد في هذا العصر مما هو العادة الآن ولكن عمر الزواج يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى آخر ومن شخص إلى آخر ولكن نعطي إلى هذا برد ذلك ثانيا تعرض الزوجات إذن لماذا تزوج أكثر من مرأة ويريدون أن يقول وليعاذ بالله أنا نبي عليه السلام كان رجلا أعوذ بالله يعني لابد أن أقول هذا غارق في الشحوات هذا يريدون أن يقول وإذن إذا كان غارقا في الشحوات لا يمكن أن يكون نبيا هذا يريدون أن يقول نعم أنا لا أقول هذا بعضهم يقولون هذا ثالثا القتال لا يمكن أنه يقتل ناس وهو نبي رابعا بعض الشرائع أولا إذ قال هذا نصراني نحن نقول له هل أو اليهودي لأننا نريد المناقش موضوعيا موضوعيا هل يشترت عندكم لمن يوحي الله إليه أن يكون منزها عن الكبائر وسوء الخلق مرة أخرى هل يشترت في دينك أن من يوحي يوحي الله إليه أن يكون منزها عن الكبائر وسوء الخلق إذ قال لا لا يشترت نقول إذن كيف أنت تعطي بهذه الهول جيش إذن قال نعم يشترت نقول له طيب داود عليه السلام هل أوحى الله إليه نعم متابق الإسلام متابق اليهودية وعيدا اليهود يقولون ذلك عيدا النصارى يقولون هذا الآن ننظه هنا ننظه هنا ماذا يقولون اليهود النصارى يؤمنون عيدا بالأخت القديم ولكن يقولون أن الأحقام منصوخة ولكن يؤمنوا بذلك جيد هذا الكتاب المقدس هل أنت تريد أن تقرأ هذا لأن كراءتك ممكن أفضل ممكن ممكن إقرأ هذا على الناس هذا في سامويل الثاني إصح 11 لمن يقول من النصارى أن وعنا أريد أن أقول أولا إذا تكلمنا عن الكتاب المقدس وعنا أقول هذا لنصارى عيدا من هنا إلى هنا أن أقول هذا لنصارى عيدا نحن لا يجوز لمسلمين أن يشتم هذا الكتاب وأن يأخذ هذا الكتاب ويرمي هذا الكتاب في الزبالة أو أن يتبول على هذا الكتاب هذا لا يجوز في الإسلام قولا واحدا لماذا؟ لأننا نعتقد أن في هذا الكتاب من الخير من بعض الأشياء التي فعلا أنزلت إلى الأنبياء لذلك نحن لا نفعل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام وهذا في بخاغي طلب اليهود أنهم يأتون بالتورة ويقال أنه ما دعا التورة ليس يقال بل هذا في الحديث أنه ما دعا وضع التورات على الأرض بل على مثل الوسادة ولذلك يقول بعض العلماء يعني هذا دليل على ليس من الأدب أن يدع المسلم الكرآن المصحف على الأرض نعم؟ منذ فقط هكذا نحن نحترم هذا الكتاب بما فيه في الخير ولكن في نفس الوقت نقول ما قال الله تعالى في الكرآن سورة البقرة آية 65 أفتتمؤون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يهرفونهم من بعد ما أقلوهم يعلمون سورة البقرة آية 79 يقول فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يقول ابن عباس في سحي البخاري كيف تسألون وهذا يشرح أن هذه الآية فعلا للعود ونصارى كيف تسألون أهل كتابي عن شيء وكتابكم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أحدث لم يشعب عليه وقد حدثكم أن أهل كتاب بدلوا كلام الله وغيروه وكتبوا بأيديهم ما ليس منه وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا هذا أولا والآن إذا سمعنا شيئا من الكتاب المقدس نحن نقول كما قال النبي لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا بل لكن كولوا آمنا بله وما أنزل إلا إذا سمعنا شيئا يخالفوا العقيدة يخالفوا العقيدة إننا العقيدة مثلا أن الله يعلم كل شيء نعم إنه مكتوب في تقوين ستة إصح ستة أدد ستة أن الله يعني تأسف أنه خلق الإنسان و يعني هذا علمه في قلبه يعني شعر بعلم في قلبه هذا مكتوب هذا يخالف الأقيدة الإسلامية مثلا وأيضا من أكيدتنا أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة وأن الأنبياء معصومون من الكبائر وسوء القلق يعني سوء القلق أنا عكسي مثلا أشياء غذيلة مثلا ينظر يعني أو مثلا يريد أن يزني أو مثل هذه وهذا لا يجوز أننا في الإسلام شيء الآن هنا عن داود عليه وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا هذا كتاب المكدس هذا كتاب المكدس وكانت المرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت لغام امرأة أوريا الحسي فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فالضجع معها وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلا فأرسل داود إلى يؤاب يقول أرسل إلى أوريا الحسي فأرسل يؤاب أوريا إلى داود فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسر رجليك فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك ونام أوريا على باب بيت الملك مع جمع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته فقام داود الأوريا أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك فقال أوريا لداود أن التابوت وإسرائيل ويهوز ساكنون في الخيام وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء وأنا آتي إلى بيتي لأكل وأشرب واتجع مع امرأتي وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا لأمر فقال داود أوريا أقم هنا اليوم وأيضا وغدا وأطلقك فأقام أوريا في أورشالين ذلك اليوم وغده ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره وخرج عند المساء لاتجع في مضجعه مع عبيد سيدي وإلى بيته لم ينزل وفي الصباح كتب داود مكتوب إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا وكتب في المكتوب يقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب فيموت إذن الخلاصة من ذلك هنا يخبرون أن داود داود عليه السلام زنى مع امرأة متزوجة وهي أصبحت حملة ثم بعد ذلك لما جع زوجها لما رجع من صفر يعني أرسله مرة أخرى إلى مأركة وقال لشخص آخر أنه يدعه في صف مثل في صف الأول حتى يقتل هذا يقال عن داود عليه السلام نحن كلنا نحن نعتقد أن 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 العنبياء منزهون عن الكبائر وطبعا زينة هذا من كبائر ظنوب بالشك جيد الآن نحن نقول نرجع إلى الموضوع إذن نحن الآن نقول لماذا أنتم تعتون بهذه الأشياء يعني لكي تقول شوف محمد محمد ليس بالنبي لأنه فعل ما فعل وإنكم كسس مثل هذا وأنتم أصلا لا تعتقدون أن الأنبياء منزهون عن الكبائر يعني تعرفون هذا دليل على عجزهم على عجزهم لأن لو كانت أني أدل أنا آتي بشيء مقني ولا آتي بمثل هذه الأمور نعم جيد الآن نأتي إلى القتال يقول نشوف تفضل هناك أشياء كثيرة انظروا انظروا أنا أريد أن أقول شيئا الأخ يقول الآن ماذا عن موسى لو أددت كل أدلة على نبوة محمد صلى الله وسلم ولو ذكرنا كل هذه الأشياء نحن نجلس عشر سنوات هم نعم فعلا يعني دلائل النبوة لا يوجد نبي له أدلة على نبوة مثل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لا يوجد يعني أنا لا أستطيع أن أتكلم في ساعة واحدة عن كل هذه الأشياء أنا أريد فكرة أن أعطي ببعض النقط وأترك بعض الآخر بعض الأخرى ثم أريد أن أبين لبعض الناس الذين ليس لهم خبرة في هذا أنهم يفهمون ما هذا أنت تريد أن تقول محمد ليس بنبي لأن عنده ما عنده تزوج عيشة وهي صغيرة ورادية وهي تحبه ومحمد ليس بنبي عليه الصلاة والسلام لأن لما مات ترك تسع زوجات كيف يتزوج تسع زوجات هكذا يقولون أنا أقول له هل تبين بكتاب المكدس نعم جيد هل سليمان هل أوحي إليه نعم سليمان متابق ملوك الأول السح 11 ملوك الثاني أو ملوك الأول الصح 11 مكتوب هناك أنه تزوج ألف إمرأة محمد صلى الله وآله وسلم يقولون ليس بنبي وهو ترك تسع زوجات ليس تسع وتسعون ليس تسع وتسع وتسع وليس ألف تسعة يقولون محمد ليس بنبي لأنه تسع زوجات والسليمان نبي وله ألف أليس هذا تناقض يعني كل إنسان له عقل يقول هذا تناقض هذا مريض له زكاب وهذا ليس مريض له سرطان مثل هذا سبحان الله وأشياء كثيرة الآن نأتي إلى القتال يقولون محمد ليس بنبي لأنه قام بالقتال وحروب أنا أقول بعد نصارى طيب بعد نصارى وبعض اليهود وبعض الملحدين محمد ليس بنبي لأنه قام بهروب نحن كلنا في أول عليك أن ترجو دائما إلى الغاية ودائما على أي دين هذا الشخص إذا كان ملحدا نحن نقول على كل حرب فاجرة فلا بد أن يقول لا لأن هناك حروب لدفاع النفس وحروب كما يقول الله و تعالى ولو لا دفعوا الله ناسا بعدهم لبعض لفسدت الأرض صح جيد ولو لا دفعوا الله ناسا بعدهم ببعض ببعض لفسدت الأرض ببعض لفسدت الأرض نعم جيد إذا قال الملحد هذا نقول له هذا إذا قال النصراني هذا ونقول ونظه في كتابك إذا قال يهولي هذا نقول كذو ونظه في كتابك الأنبياء أن الأنبياء ليسوا منزهين عن الحروب العادلة بل إنهم منزهون عن الحروب الفاجرة مرة أخرى إن الأنبياء ليسوا منزهين عن الحروب العادلة بل إنهم وإنما منزهون عن الحروب الفاجرة هذا هو جيد الآن لما مثلا أنا قرأت القرآن لمرة الأولى يعني هذا كان عيدا بالنسبة لنا لأنهم فعلين يصورون دائما الصورة لابد أن تكون كل نبي منزها عن الحروب أو عن القتال لكن هذا العمر خاطئ ثم أنت تقرأ القرآن مثلا على سبيل المثال الذي يقرأ الآن القرآن من غير مسلمين أو ترجمة لمعاني القرآن هو يصل أولا إلى المرحلة الثانية من الكتال المرحلة الأولى من الكتال في سورة الحج عيى تسعة وثلاثون يقول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقضية ثم هنا يقول الله تعالى في سورة البقرة عيى مية وتسعون يقول وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وإن الله لا يحب المعتدين شوف الله يأمر بالقتال وفي نفس الوقت يمنع من أن يعتدوا المسلمين على الآخرين ثم ماذا يفعلون هؤلاء يعتون بجسء من الآية وقتلوا محيث ثقفتموهم شوف وقتلوا محيث ثقفتموهم نحن يقول أكمل الآية وأخرجوه من حيث أخرجوكم إذن من كان الأول من كان الأول الذي اعتدأ الآخر حاوله ثم يقول والفتنة أشهد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم يعني فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ثم الآية بعد ذلك فإن انتهوا فإن الله غفور ورحيم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل الله فإن انتهوا فلا عدوان فلا عدوان إلا على الظالمين لماذا أنتم لا تذكرون هذا هل يريد أحدا هنا أن يحرف المعاني لابد أن لابد أن يأذكروا السياق ثم السياق متى أنزل هذا هذا أنزل لقبيل غزة البدر متى يعني هؤلاء كريش أرادوا أن يقتلوا المسلمين وقتلوا المسلمين قبل ذلك في مكة وعذبوهم وعذبوهم وعقبوهم سبحان الله وعخذوا كل شيء منهم كيف أنت تقول الآن نحن لا نستطيع نضعف عن أنفسنا لا نستطيع نقاتل من يقاتلنا ومن قتلنا سبحان الله سمية ياسر كلهم يعني كتلة هناك كتلة ليس كذلك طبعا سبحان الله ثم ثم طبعا هم يقولون نعم لكن هناك أشياء أخرى مثلا في سورة التوبة نعم فإذا صلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحسروهم واقعدوهم كل مرسط أكمل فإن تابوا وأقاموا السلاة وعطوا زكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ثم بعد ذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا يعني مكان الأمان في أي دستور يوجد هذا في أي مستور جيد إذن الحرب الأنبياء ليسوا منازحين عن الهرب الحرب العادلة ليسوا منازحين عن الحرب العادلة بل الحرب الفاجرة والحرب الفاجرة هذا يتعلق بأمرين أولا الهدف وثانيا الوسيلة الوسيلة النبي عليه الصلاة أولا الهدف الهدف من القتال كما قلنا قبل ذلك ولو لا دفوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ونشروا الخير لمن يمنع هذا الخير لأن الدين أهم من الحياة من يمد على غير الإسلام وإذا منعت الدعوة مثلا لا ورنك نقاتل حتى يستطيع يستطيع هؤلاء أن يدخل الإسلام وأن يدخل الجنة بعد ذلك نعم الآن الآن والوسيلة والوسيلة النبي عليه الصلاة سمناها عن قتل الأطفال وقتل الإناث وهتى عن قتل من يعيش في السوامع يعبد يعني ويريد فقط أن يعبد والشيوخ أيضا الذين لا يقاتلون جيد الآن هذا يقول الإسلام فلن هناك نحن دائما مقصرين نحن دائما مقصرون لأن أنت لا تستطيع فلن تعطي بكل دليل نحن نقول الآن أنت تقول الإسلام ليس بصحيح لأن هنا أمر بقتال ومحمد ليس بالنبي لأنه قاتل في بعض الأحيان نقول هل موسى نبي نعم اليهودي يقول هذا النصران يقول هذا المسلم يعتقد ذلك جيد متابق الكتاب المقدس تكلمنا قبل ذلك عن هذا مكتوب هناك في عدد عدد الكتاب اسمه عدد والإصح واحد وثلاثون مكتوب هناك أن موسى قال هل أبقيتم كل أنثى حية متابق كتابهم إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلامي بالعامة سبب خيانة لرب في أمر فغورا فكان الوباء في جماعة رب فالآن أقتل كل ذكر من الأطفال فالآن أقتل كل ذكر من الأطفال وكل مرأة أرفت رجل بمداجعة ذكر أقتلوها لكن جميل أطفال من النساء اللواتي لم يرفن مداجعة ذكر أبقو هنا لكم حيات إذن أنا هذا ليس بكلامي وإذا شعر الآن نصراني بالإهانة أنا ما فعلت أكثر من أن أقرأ من كتابه أنا ما فعلت أكثر من أن أقرأ من كتابه ونحن قلنا من قبلك نعم مثلا هناك بعض الشرائي تختلف أنا لا أعلم لأننا نعلم مثلا في قصة الخدر وموسى أنا خد قتل ولدا لحكمة من الله سبحانه وتعالى لا أدري ولكن أنا ألزمكم الآن بالمقارنة أنتم تقولون أو نصاري اليهود يقولون محمد ليس بالنبي لأنه قام بالقتال ولكن نهى عن قتل النساء وقتل الأطفال كما ذكرنا قبل ذلك وموسى نبي ومتابق كتابكم وأنتم عليكم تؤمنوا بهذا قتل الأطفال أو أمر بقتل الأطفال وعمر بقتل النساء يعني هذا التناقض ولذلك أنتم تعرفون عجزهم ترون عجزهم ثم قلنا يقولون مثلا المسلمون يجبرون الناس على دين هنا أيضا ساموي الأول الصح 15 شوف هل هذا الكتاب المقدس هذا الكتاب المقدس أنت تؤمن بذلك كيف تقول الآن الإسلام يعني ما هو في الإسلام حسب فين خاية التناقض خاية التناقض إنكم إننا مكتوب فإن تهو علينا أن ننهى أن ننتهي عيدا بالكتال وإنه اقتلوا هنا ولا تعفوا عنهم وقتلوا رجل وإمرات وطفل وردي وبقر وغنم ولكن الآن يأتي 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 واحد مثلا من هؤلاء من بعد النصارى ويقول هذا الأخذ القديم إننا الآن الأخذ الجديد ماذا نقول ماذا كلنا آنفا كلنا علينا أن نرجع إلى ما هو الموضوع الموضوع هل محمد نبي هل محمد صلى هل الإسلام دين الحق هذا هو الموضوع وإذا قلت أن بعض الأنبياء فعلوا ذلك فعمرك الآن سواء لأنك اعترفت أن هذا ليس بالدليل على عدم نبوة أي شخص فهمتموني نعم إذا قلت موسى قاتل وهو نبي وأنبياء آخرون قاتلوا وهم أنبياء فإنك لا تستطيع أن تكون محمد ليس بالنبي لأنه قاتل هذا تناقض نعم الآن يأكلون يأكلون لا يشوف الإسلام المسلمون يجبرون الناس على دخول في الإسلام هذا خطأ هذا أولا لا يمكن والله يقول في صوت البقرة عاية 256 لا إكراه الذي يجبر على دين لا يفيد المسلمين هو يصبح منافقا وهو أدرع للأمة من الكافئة الظاهر هذا حمك أخي أولا نتكلم إن شاء الله شوف هنا مكتوب الآن هنا مكتوب الآن انظر في آخر أيام الثاني الصح 15 حتى إن كل من لا يطلب الرب انظر اسمه حتى إن كل من لا يطلب الرب إلى إسرائيل يقتل كل من لا يطلب الرب إلى إسرائيل يقتل من الصغير إلى الكبير من الرجال والنساء هذا إجبار على دين إذن كيف تعطي الآن وتقول الكتال دليل على عدم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بل أنا أقول لكم الكتال ليس بدليل على عدم نبوة محمد فهص بل إنه دليل واضح بين على نبوته وكيف ذلك كيف ذلك أنا أضرب لك مثلين ونحن أخيانا ننصى هذا لأن هؤلاء يريدون أننا نخشل من من جهاد محمد صلى الله عليه وسلم ومن الجهاد ومن الحروب التي قامت بها الصحابة أنا أضرب لكم مثالا متى متى فتها المكة في السنة الثامنة من الهجرة هتعرفون أن من من سبب فتح مكة وأن قراج في مكة لم يواجه النبي بالقتال إلا في في الجانب الذي دخل في خالد الوليد أن قبل مكة الغزوة الكبرى أو سرية الكبرى سرية المؤتة هدثت في سرية المؤتة قاتل ثلاث ألاف من الصحابة مئتين ألف من الروم ثلاث ألاف من الصحابة مئتين ألف وماذا حدث طبعا نحن لا نقص الآن قصة كاملا في النهاية استشهد كم سحابيا اثنى عشرة اثنى عشرة استشهد ومن الروم لا نعرف الأدد نحن نعرف فقط أنا خالد الوليد بنفسه قصر تسعة سيوف إذن أنت تستطيع تقيس على ذلك ماذا حدث معك تسعة سيوف حولي بدأوا الحرب لأنه قتلوا قبل ذلك رسولا لنبي عليه الصلاة والسلام نعم ولكن الآن انظر هذا انظر هذه القصة أخي تصور أنت مثلا في الشارع أنتم تعرفون هذا ممكن يعني مثلا تحدث التدارب مثل هذا على سبيل المثال نحن في الإسلام نحن نريد هذا ولكن أنتم ممكن رأيتم هذا تسوى أنت مع صديقين والآخرون ميتين ماذا تفعل يا أخي أنت تجري مباشرة ولا أحد يراك أنت ثلاثة وهم ميتين كيف تقاتل هؤلاء أنذر هذا النصر من عند الله وبعد ما حدث هذا فعلا ألقى الله في قلوب الذين قفروا ورعب في جزيرة العربية سبحان الله ثم الثاني الدليل الثاني وأنت تعرف هذا لا يمكن إلا بنصر من عند الله يعني فعلا الجهاد كان دليلا على صحة نبوته وهذا مثال واحد مثال ثاني الغزوة بعد فتح مكة غزوة الحنين أخي سبحان الله تعرف يعني القصة غزوة مؤتف فعلا هي فيها عجائب يعني عيدا البأث المباشر بالوحي إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهمت أنه يقول أن زيد بن حارثة الذي أخذ راية أصيب ثم أخذ جعف بن تالب راية فأصيب وأخذ عبد الله من رواه فأصيب ثم أخذ راية سيف من سيوف حتى حتى فت الله على يدي الله أكبر أنزل الآن غزوة هنين مالك بن عوف النصري جمع أكثر من 20 ألف هناك روايات مختلفة ولكن هذا أقل الأدات أكثر من 20 ألف من حوازن من الكبائل مثلا ثقيف بن نصر بن سعد جيد أكثر من 20 ألف هم أرادوا الآن أن يدمروا الرسالة الإسلامية النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم بـ 12 ألف وحدث ما حدث أنهم فاجأوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وحدث فعلا ارتباك وحيرة وكثير من الناس فروا لأن بعض الصحابة ليس أنهم جبناء بل هؤلاء أنهم شجاع ولكن هذا كان لحظة دعيفة الله يقول هذا في الكرآن لقد نصركم الله في مواتنا كثيرة ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وكلهم يفرون لأنهم ظنوا في مصلحتهم أو في مصلحة القتال الفراء و 12 تقريبا وقفوا وشخص واحد ما فر إلى هذه الجهة بل إلى جهة الأخرى وواجه وحاجم 20 ألف واحد من هو النبي عليه الصلاة أخي هؤلاء 20 ألف هو يأتي بالدابة بسرعة ويقول أن النبي لكذب أن ابن العبد المطلب تصوى هذه سورة هل هذا يعني هذا مستحيل بشر عادي 20 ألف واحد هو يأتي والأباس والأصحاب يأخذون لجام والأدابة ثم هو ينزل ويقول للأباس عليه أن يصرخ أن ينادي الأنصاء الأنصاء والذين بعيوا تحت الشجرة نعم ثم لما جاءوا قال الآن وحدث الكتال الآن حمي الوطيس فقال نبي عليه الصلاة والسلام شوف الآن يعني ممكن هناك السحام يعطي من هنا ومن هنا وهو يعقف هناك في المعركة ويرفع يدي ويقول اللهم نزل نصر ثم يقول انهزموا رب محمد انهزموا رب محمد ويأخذوا التراب ويرمي التراب شوف عوله 20 ألف هذا يعطي هناك قبل ذلك السحام من هنا ومن هنا ويرمي التراب يقول شاهد الوجوه وكلهم بعد ذلك هذا الثقيف بعد ذلك اسلموا بعد الحرب شاهد الوجوه لأنهم قالوا نحن كلنا 20 ألف لحظنا التراب في عيوننا أخي هذا دليل واضح لماذا نخشل من القتال 20 ألف شاهد الوجوه عنا النبي لكذب عنا ابن العبد المتلب هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يوجد رجل مثله لا يوجد رجل مثله ولم يوجد سبح لأن ذو هذا وهذا هذا السبب الذي جعل الثقيف هؤلاء حوزين يثبتون بعدما توفي النبي عليه السلام والسلام نعم هم رأوا هذا تصوى أنت الآن تصوى أنت الآن ما هؤلاء وأن ترى هذا الرجل أنتم رميتموهم بالهجارة وبالسحام وكلهم يفرون وهذا الرجل يأتي بمفرته ويقول أن النبي لا كذب عنه ابن المتعب ثم يرمي تراب وأنت تلاعظ التراب وقالوا بعدهم أنهم لاحظوا كأنك تأخذ حجرا كبيرا وترمي هذا الحجر مثل في طبق بالحديث يعني أنا لا أعرف لفظ الحديث ولكن بمعنى هكذا هكذا شعره هكذا ألقى الله في قلوبهم الراب سبحان الله هذا لذلك أقول لكم أنتم تعتون بالكتال انظروا ادرسوا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم تعرفون بعد ذلك أن هذا نبي أن هذا نبي ولا شك في ذلك صلى الله عليه وسلم هذا الكتال الآن نأتي إلى زواج مع عيشة شوف شوف يا يده عيشة 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 رضي الله عنها دائما يتوم بهذا الحمق بهذا الكلام آه هي كانت صغيرة ماذا نقول لهم أولا ماذا قلت قبل ذلك علينا أن نرجع إلى الموضوع إلى أصل المشكلة لماذا يتون هؤلاء الآن هل جاءوا الكريش الكريش كانوا العدو كانوا العدو الأقبار آنذا ليس كذلك اليهود النصارى في أحد النبي عليه الصلاة لا أحد قال لماذا تزوج عيشة وهي صغيرة لا أحد لماذا لأن وقت الزواج يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان آخر ومن شخص إلى شخص آخر وهناك مكتوب أيضا أنا قرأت هذا قبل السنوات لذلك أنا لا أتذكر جيدا أنا أظن أني قرأت هذا في البخاري عليكم أن تجاربوا هذا لذلك أنا أقول هذا بتاكيد لست متأكدا أن كانت هناك إمرأة هي كانت أصبحت جدة وهي 21 سنة أنا ذاك هذا صحيح نعم إذن هو يعرف هذا الحمد لله أنا قرأت هذا قبل السنوات لذلك لم أكون متأكد جزاك الله أخيرا أنت تجرز الآن دائما هنا إن شاء الله إذا قاله خيرا الشافي 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 قال هذا عيد ماشاء الله شوف إذن هذه القضية أولا ومن لم يكر بذلك فإنه إما يجهل أو يتجاهل فإما يجهل أو يتجاهل وأنا أقول لها أولئي أولا ما هي المشكلة تسعة سنوات ما هي المشكلة ما هي المشكلة أريد أن أرجع إلى المشكلة تعرفون المشكلة لأن في الغرب حدث كثيرا أنا رجلا مثلا يغتف يغتف الأطفال من الشارع ثم يغتصبهم ويقتلهم وهم يريدون أن يصوروا نفس الصورة على نبي عليه السلام ولكن هذا قياس ما الفارق هؤلاء في الغرب يسافرون كل سنة إلى تايلندا وإلى برازيل وهناك أطفال مجبرون على الزنا فهمت وهم يكونوا تشوفوا نبي يتم بنفس الفكرة المشكلة عندكم النبي عليه السلام والسلام الفارق الكبير هنا عيشة رادية عيشة رادية أنتم بتاكلون دائما هنا في الغرب بتاكلون دائما لماذا الرجل يتزوج غراجل كلاهما رادية غرادية هذه المشكلة ببارة ذلك يتزوج ما لأسف أفتل أنا أنتهي أنتم تعرفون إذن الرجل يتزوج غراجل هذا الرادية هذا الرادية هكذا يحتاجون صح إذن لماذا أنتم تقولون الآن عيشة هي الرادية هي تريد النبي عليه السلام عليه السلام وهي تحبه وهي تدافع عنه ما هي المشكلة الآن حسب حسب العقيدتكم ما هي المشكلة لا هي أصغى مما ينبغي إذن نسأل ما هو ما هو العمر للزواج الصحيح ما هو أخبرني يقولون ثمانية عشر سنة آه ثمانية عشر سنة جيد لماذا من أين جيتم بهذا العمر من الوحي من الرأس أو ماذا من أين جيتم بهذا أو في ألمانيا بالترخيص من الأب ستة عشر سنة أو في إيطاليا سمعته خمسة عشر سنة بالترخيص من الأب وسمعته في هولندا إثنى عشر سنة إذا رخص الأب جيد هو الأم نعم نعم لكن أفريقيا هؤلاء بالنسبة لهم متحلفون هكذا يفكرون أنا لا أقول بالنسبة لي بالنسبة لهم إذن ما هو العمر للزواج المناسب إذن نرجو إلى كيف نعرف ذلك نقول إذا كان في زواج منفع ولا در إذن هذا العمر مناسب للزواج أليس كذلك في زواج منفعة ولا در إذن الزواج مناسب إذن نسألهم وهم فعلا يعتقدون ذلك في الواقع ولكن عليهم أن يكتبوا دستور مع رأس أخرى لأن الآن تقول نقول في الإسلام لا دررة ولا درة صحيح جيد نسأل عيشة هل تضررت بزواج مع محمد صلى الله عليه وسلم نفسيا أو بدنيا لا بالأكس بالأكس هي رب هي هي درسة أكثر من ثمانين عالما من هذه الأمة وهي كانت خبيرة في التب آنذاك وخبيرة في الرياضيات آنذاك إذن أين در وهي دافت عن النبي عليه السلام عليه السلام إذن هذا هذا فعلا كلام صخيف كلام صخيف المشكلة في رؤوسكم أنتم تصورون صورة كأن النبي عليه السلام عخذها واختصبها وعوذ بالله الأمر ليس كذلك وأنا أقول الزواج مع عيشته هي من أكبر نعم على هذه الأمة أولا عيشته رضي الله عنها هي شاهد على صدق النبي عليه السلام الزوجة هي تعرف الوج هل رجل وجهين أو وجه واحد وهي تروي هذه الأحديث أن نبي عليه السلام ماذا فعل في الليل صلى حتى تورمت قدمها نعم هذه هي عيشة ولكن أنتم تريدون أن تبتلوا هذه الشهادة لذلك تتكلمون عن عيشة هي خصت لنا هذا أنه صلى في الليل وهي قالت لنا ما فعل النبي عليه السلام في البيت كان في ختمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى السلام كان في ختمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى السلام خير أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم كان في ختمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى السلام هذا الحديث مشكلة لبعض الأزواج صح أليس كذلك غدا تأتي إمرأتك وتقول هاي اغسل الملابس حبيبي نعم هذا هو النبي الأول الذي دعف عن النساء الحمد لله ثم الزواج مع عيشة ليس بدليل على عدم نبوته فحسب اللي هو الزواج معها دليل على نبوته دليل واضح بين لماذا لماذا نرجع ماذا يريدون أن يقولون يريدون أن يقولوا أن النبي عليه السلام أعوذ بالله كان رجلا شهوانيا شهواني أعوذ بالله إذن نحن نسأل الآن لم تزوج عيشة كم سنة انتظر بعد ذلك حتى الدخول عليها ثلاثة سنوات يا فلان أنا رأتون أقول يا حبيبي ولكن أقول يا فلان الذي يسب النبي عليه السلام أنت تقول هو شهواني أنا أسألك بالله بعد الزواج بعد عقد النكاح كم انتظرت حتى دخول على زوجتك نريد ثلاثة سنوات اليوم هذا لا ينتظر الشهواني ولا ينتظر ثلاثة دقائق ثلاثة ساعات يموت أنا أريد فكرة أنا أريد فكرة أتكلم أبو دعيل على هذا الكلام ثلاثة سابيع يعني مطفون ثلاثة ثلاثة عشهر الزوجة هي تريد الخلعة يعني هذه غريزة عند الإنسان أنا لا أقول الآن ممكن الآن يأتي وان من العدا يقول يقول شوف ماذا هو يقول النبي أنا ليس لا ليس هذا أنا أريد فكرة أن أقول الله قدر ذلك إذا فقرنا فعلا جيدا في الصنة أن هذا دليل على ما يقولون ليس دليل لما يقولون هذا دليل عليهم هذا الزواج ليس بدليل على أنه شهوان يعوذ بالله هذا دليل عليهم هذا دليل على أنه أملك الناس ومن قال أنه أملك الناس عيشة رضي الله عنها لذلك يريدون أن يبتلوا هذه الحجة ما هو الثالث آه تأدد الزوجات جميل يقولون شوف كان لنبي أكثر من زوجة نحن أقول أولا إنكم أنبيا كثيرون لهم أكثر من زوجة من أين جئت بهذا الكلام أخي أنا فعلا ممكن أستطيع أن أتكلم عن كل نقطة ساعة نريد فكرة نعاتي ببعض الأشياء لكي نقول ماذا يقولون هناك يعني سليمان أكثر من زوجة داود أكثر من زوجة موسى أظنه عيدا إبراهيم أكثر من زوجة كثير من الأنبياء الذين تؤمنون بهم كانت لهم أكثر من زوجة إذن كيف تكرون هذا نبي وله مثل سليمان ألف زوجة وداود ممية زوجة ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بالنبي لأنه تزوج تسعة إذن كان علي أن يتزوج ألف وماذا وإذا تزوجت ألف إذن إذن تزوجت تسعة أنت لست نبيا ولكن إذا تزوجت ألف أنت نبي بعد ذلك إذن علي يعني ما هو ولكن فعلا المرة أخرى هذا الدليل على عجزهم هذا الدليل على عجزهم والذي أقول هذا المرة الذي يريد أن يصب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يريد أن يشتم النبي عليه الصلاة والسلام هو مثل الذي يريد أن يبسك إلى شمس يبسك ثم يأتي مرة أخرى إلى وجهه نعم بدأت ثم نقول هذا موضوع كبير يعني زوجات سفية وجويرية عليك أن تتكلم عن كل شيء ولكن أريد فقط أن أقول هذا عيد دليل على نبوته تسع زوجات اللوات بكين بعد نبي عليه السلام بعد وفاته هل من الممكن أن تسع زوجات لا يرفنا أن لهذا الرجل بوجهين لا يمكن لذلك لو كانت هناك شاهدة واحدة فقط شاهدة واحدة لقال المبتلين لقال المبتلون انظر هي كانت معه ولكن الآن ليست إنكم فرصة لكي تبتي ليست إنهم فرصة لكي يبتلوا شاهدات كثيرات مستحيل إذن هذا دليل النبي عليه السلام كيف كان في البيت أخي أختي أنظر إلى هذا الرجل صلى الله عليه السلام فعلا إبادته أنظر إلى إبادته أنظر إلى خلقه أنظر إلى شجاعته أنظر إلى غزواته أنظر إلى إلى كل هذه الموح يا أخي نحن نستطيع أن نتكلم إلا أسبوع القادم أنا ممكن أستطيع أن نتكلم إلى أسبوع القادم متى يبتأ أسبوع القادم ولكن أنا أريد أن أقول أنا أريد أن أقول لك شيئا الأدلة لا تحصى الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحصى لا تحصى لذلك أنا أريد فقط أن أعطيكم ثلاثة أدلة وممكن أنتم ما فكرتم فيها أولا النبي عليه السلام هم يزعون أن النبي يعني طبعا نحن ذكرنا الآن أدلة كثيرة وأبتلنا إن شاء الله هذا الحمق هذه الإفتراءات ولكن أنا أريد الآن في نهاية أريد أن أذكر ثلاثة أشياء بسيطة جدا كل إنسان يستطيع أن يتذكرها يعني قلت في البداية عليكم أن تستخرجوا من هذا الكلام بعض الأشياء التي تسعيدكم في دعوة هم أولا الذين يقولون أن النبي عليه السلام كان كذاب ولياذ بالله نقول لهم لماذا أراد أن يكذب أنه نبي أن يزعم أنه نبي يقولون أنه أراد بذلك سلطانا ومالا ومثل ذلك جيد الآن في مدينة كان يوم انكسفت الشمس انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم إبراهيم ولده العرب يعني مكان عند الله لذلك الشمس تنكسف هذا حدث في اليوم الذي مات في إبراهيم إذن كان لنبي عليه السلام لو كان كذب لقال لهم الذين ينكرونه ويكذبونه انذر ولد مات و انكسفت الشمس من يستطيع الآن أن يكون لا لا أحد انكسفت الشمس لو لو قال النبي عليه السلام ان الشمس انكسفت لموت ابنه لممكن كنت على هنا وقلت شوف لما مات ابنه انكسفت الشمس ولكن العكس دليل أكبر من هذا الدليل لماذا لأن النبي عليه السلام قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقصفان لموت أحد ولا لحيا وعمرهم بدعاء وصلاة انه كثوف الشمس انذر الآن هذا دليل هو لا يريد أن يكذب وكان مكتوب على سيفه وكل الحق ورؤى على نفسك سل من قطرك من من قطعك سل من قطعك وأحسن إلى من أصاع إليك وكل الحق ورؤى على نفسك ولكن على كلها الثاني مرة جاء رجل النبي عليه السلام وقال أين أبي أين أبي فقال النبي عليه السلام له في النار هذا في الصحي المسلم في النار فانصرف الرجل كان حزين وغادبا فدعه النبي عليه السلام فلما رجى هذا الرجل الآن لو كنت كذبا وأنت تريد فقط ناس الذين يساعدونك ماذا قلت له أنذر أدخل في ديني أنا عطو الله ثم هو يخرج مننا طبعا ولكن ماذا قال النبي عليه السلام والسلام إن أبي وأباك في النار هذا في الصحي المسلم هذا دليل على صدك النبي عليه السلام يقول بذلك أنا عاجز أنا لا أستطيع مصاعده لأن الأمر لله ليس لي وهذا عيدا شيء أنا لحظت مباشرة لما كرات القرآن لمرة الأولى أن القرآن مثلا في القرآن أنت تجد أن الله يقول عبس وتولى أن الله يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك لذين صدقوا وتعلم الكاذبين على سبيل المثال ومن هذا أمثلة كثيرة كن لا أملك لنفسي درا ولا نفعا إلا ما شاء الله يعني أدلة من هذا القبيل كثيرة لو كان كذابا لا إدعاء الألوهية له ولكن أشد ناس إنكارا على من يعبد هو النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعل بكبر عيدا على سبيل المثال حتى ما أراد أن الناس يفعلون مثل هذا عمامه ومثل هذا فعلا يا أخي يا أختي كما قلت هناك أدلة كثيرة وفعلا من يقرأ القرآن ويجد أن هناك أدلة وأنا أقول لكل شخص هنا فعلا حاولوا أن تتعلموا هذه الأشياء مثلا مثل عجاز العلم في القرآن لكي تقنوا الآخرين مثلا الله يقول في سورة الذيريال آية 46 يقول والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون السماء أي الكون نحن بنيناها وإنا لموسعون من من اكتشف أن القون يتسع أتوين هبل دكتور أتوين هبل قبل تقريبا أربعين سنة من أين عرف النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قبل ألف وعربمئة سنة في القرآن مكتوب في سورة النبأ مثلا والجبال أوتالة من عرف أن للجبال فعلا مثل الجذر ومثل العوتات من عرف هذا قبل ألف وعربمئة سنة أشياء كثيرة 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 جدا من هذا القبيل لذلك إخوة ما هو الخلاصة من هذا الكلام أولا أنا أقول لكم إننا لمنصرون إذا استمسقنا بهذا الدين لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهذا الشر الذي خلق الله لابد أن يكون في حكمة وإن شاء الله الحكمة من ذلك أننا نستيكذ الآن وأننا ننوي أن ننشر هذا الدين يا إخوة هناك كثير من ناس في بلدان في أفريقيا في جنوب أمريكية محتجون لهذه الرسالة تعلموا العلم وإذهبوا إليهم وعلموهم القرآن وعلموهم السنة وعلموهم الإسلام لأن الصحابة لأن الصحابة ذهبوا إلى أماكن مختلفة ودعوا الناس إلى الخير ثم هنا تجول بين الناس وحاول أن تدعوهم إلى الصلاة نحن نريد أن كل إنسان هنا في مصر أنه يصبح محبا للدين يصبح محبا للسلوات الخمس كم من شاب لا يسلي كم من ساب من شاب يزني كم من شاب يفعل ما يفعل ماذا نريد لهم نحن نريد لهم الخير مثل النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين هذا هو ثانيا إن شاء الله نحن نريد أن نأتي بالطلاب من بلدان مختلفة الذين يدرسون هنا ثم يرجعون للبلدان ولألكم تستطيعون أن تساعدوهم في دراسنا وهذا هذا فعل مهم لأن في هذه البلدان عيدا في المعنية الناس الذين يدرسون الإسلام قليلون جدا وهذا ما نحتاج إليه هذه هي الخلاصة ووزعوا عيدا ممكن هذه المحاضرة إذا رأيتموها مفيدة للغير مسلمين وعيدا للمسلمين وعلينا عن فعل أن نفتخر بهذا الدين نحن قوم عزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أضلنا الله أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وسلم سبحانه كلما بحمدك أشد ولا إله إلا أن تستغفر هو قاتولي إخوة إخوة تكبير عليهم الذين سنوا الفيلم عليهم أن يسمعوا هذا تكبير الحمد لله الحمد لله يعرفون الآن استيكذنا إن شاء الله الحمد لله إخوة أنا أريد أن أقول لك شيئا أنتم ترون أناس كثيرون جدا وأنا عندي يديني فقط وعذنيني وفم واحد ولسان واحد وأنا أعتذر من البداية لأن لا تقتلوني أنا أعتذر من البداية لأن فعلا مستحيل أنا أحبكم في الله أنا أحبكم في الله عدوا الله عدوا الله العالمين إهدنا والمسلمين قرد العين الحفاء ربنا شفع فينا ربنا شفع فينا صل يا ربي عليه قدر ما اشتقنا إليه صل يا ربي عليه قدر ما اشتقنا إليه قدر ما مد يديه سائلا يدعو يطينا يهدنا العملينا إهدنا والمسلمين قرد العين محمد ربنا شفع فينا ربنا شفع فينا كم من الآلام عانا ليبلغنا الأمان كم من الآلام عانا ليبلغنا الأمان وتفانى ما توانى ملهما للتائهين يا إله العالمين يا إله العالمين إهدنا والمسلمين قرد العين محمد ربنا شفع فينا ربنا شفع فينا